في خطوة جديدة لإهدار المزيد من أموال الشعب الليبي أعلن مصرف تركيا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وادعى مصرف تركيا المركزي أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين المصرفين دون الكشف عن تفاصيل بنودها الصديق الكبير المقال من قبل مجلس النواب لا يتردد في ضخ الأموال إلى تركيا بإداع المليارات في مصارفها فبالأمس القريب أودع ثمانية مليارات دولار لديها وربما ما خفي من مليارات أخرى أعظم من هذه المليارات الثمانية فضلا عن كميات الذهب التي تسربت من ترابلس إلى أنقرة وإسطنبول الصديق الكبير يحاول أن يوقف سقوط الاقتصاد التركي الذي يتهاوى ككرة الثلج المتدحرجة اقتصاد يعاني حالة من الركود والانكماش في ظل تراجع الليرة إلى مستويات قياسية ليطرح الكبير نفسه منقذا لتركيا التي تتعامل مع ليبيا كمصدر للأموال والذهب والنفط الصديق الكبير يعجز تماما وفق تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن تلبية احتياجات الشعب الليبي ويحرمهم من مرتباتهم ومن منحة أرباب الأسر ويعجز عن توفير المستلزمات الطبية في حين ينجح في إيجاد الدولارات التي يضخها إلى إسطنبول الكبير أثبت فشله أيضا كرئيس لمجلس إدارة مجموعة بنك ABC التي سجلت خسارة صافية بقيمة 67 مليون دولار أمريكي في عملية احتيال فضلا عن خسائر أخرى في الخارج ورغم كل هذا لا يزال صديق الكبير يتصدر مشهد الفسات حكومة الصخيرات ربما لجري ليبيا إلى طابور الدول الفاشل اقتصاديا رغم ثرواتها الضخمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة